بعد أن استقر بولاية المسيلة وتعلم اللغة العربية أندري طالب من أصول روسية التحق بجامعة محمد بوظياف بالمسيلة بعد أن اختار تخصص تكنولوجيا فاحتضنته الجامعة ووفر له القائمون كل الظروف حتى مشكلة ما تواصل تلاميث للجامعة وجدت تدامن كبير وتدامن تدامن بين تلاميث مختلف كليات وأفواج في جراسة وفي حياة يومية تقلم ثلاثة اللغات لغة روسية، لغة إنجليزية، لغة عربية وشوية لغة فرنسية تلقفه زملائه بإحدى نواد حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة من أجل تجسيد أفكاره في مجال التكنولوجيا الذي يحبه بعد أن حظي بموافقة رئيس الجامعة ساعة إدارة الجامعة لتوفير كل الظروف الملائمة والإمكانيات من أجل ضمان تمدرس الطلبة الأجانب هؤلاء الطلبة يدرسون في ظروف عادية ويتأقلمون مع باقي الطلبة الجزائريين دخلت في كلية تكنولوجيا وتعرفت على أستيد وزملائي وأتمنى أن أدخل في النادي وإنشاء مؤسساتي طالب أندري هو طالب مهيكل داخل هذا النادي وله طموح كباقي الطلبة الجزائريين طموح أن يكون مشتغلاً بالنادي وفاعلاً حبه للجزائر وحنينه لروسيا الأصل عزز طموحها في نيل المعارف بجامعة مهدت له سبل تحصيل العلم واحتضنت أفكاره فأصبح واحداً من طلاب جامعة لمسيلة متأقلماً ومضياً في سبيل تجسيد طموحاته من خلال حاضنة أعمال جامعة لمسيلة ونواديها